أهلا وسهلا بحضراتكو كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في تغطيتنا الخاصة كل يوم عن حالة الطقس بعد الموجة الحر اللي ضربت البلاد عدة أيام تعاود درجة الحرارة مرة تانية الانخفاض الحاد لتستمر عدة أيام قادمة وذلك بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية واناشدت الهيئة المواطنين عدم تخفيف الملابس الشتوية كما أكدت أن الطقس سيكون باردا على كافة الأنحاء لتصل إلى 11 درجة خلال ساعات الليل توقعات هيئة الأرصاد تضمنت تساقط أمطار بالقاهرة وبعض المحافظات السحلية إضافة إلى رياح شديدة محملة بالأتربة واستعدادا لمواجهة الأثار السلبية لتقلبات الطقس رفعت أجهزة المعنية بالدولة حالة التأهب خاصة مع ما تضمنته التوقعات بشأن هبوب الرياح المحملة بالأتربة والتي تعيق الرؤية بالنسبة لقائد السيارات كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ظهور الشبورة مرة أخرى على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية وذلك مع مناشدة السائقين القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة فضلا عن مناشدة المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي خاصة وإننا في فصل الربيع وهو فصل معروف عنه التقلبات الجوية الخادة والسريعة وأكشف محمود شهيد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ونشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة التقس ليلا فيسود تقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد وتقس مائل البرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة أصدرت انذارا بحريا خاصا ذلك بالبحر الأحمر من اليوم الجمعة 26 مارس وحتى يوم الاثنين تسعة وعشرين مارس عشرين واحد وعشرين حيث كشفت وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية تصل إلى حد العاصفة وأشارت أيضا هيئة الأرصاد إلى أن سرعة الرياح على خليج السويس من سبعة وعشرين إلى خمسة وثلاثين عقدة وارتفاع الموج من ثلاثة ونص إلى خمسة ونص متر وصرعة الرياح على البحر الأحمر من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين عقدة وارتفاع الموج من ثلاثة ونص إلى ستة أمتار وأتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت تقس مائل البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا ومائل البرودة على السواحل والرياح نشطة على السواحل الشرقية معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة وتقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وكشف أيضا محمود شهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ونشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة التقس ليلا فيسود تقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وتقس مائل البرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة أما مطروح فالعظمى 17 والصغرى 12 درجة وسهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة وأخيرا أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة وصلنا معكم إلى نهاية نشرة أخبار التقس نشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا في تعطيتنا المستمر عن حالة التقس شكرا جزيلا لحضراتكم مع إلاناتنا